اقول المعلومة دي تاني عشان دي ينفراد وحصري اهو يا سيد عبد الناصر لو سمحت انا لست ضد احد وبكني للمستشار كل احترام وتقدير وانا مش باحد ضد احد ولكن انا بسأل سؤالين او تلات اربع اسئلة جواب لعليهم كأدو جمعية عمومية تلاتة مليار وربعمائة مليون صرفتهم فين من 2014 فلوس الابويات ومدخيل الزمالك من الرعايات واللسمنصرات عايزين بالمستشار تنعرف صرفتهم فين سؤال بريء لا يتهمك فيه احد باي شيء غلاء الحاجة التانية فيه من 8 ل7 مليون جنيه بعلم الناس كلها وصلت من المستشار التركي الشيخ للاستاذ امير مرتضى المشرف العمع القرع كان يشتري ملابس ده خبر دين فراد اهو من 8 ل7 انا عايز اقولك يا صديق انهم 7 مليون عشان نبهم منصفين 7 مليون جنيه وصلوا امير لشرى ملابس للادي الزمالك اهو عايزيني اعرف الفواتير بتاعتهم وعود الشرى واذا كان فيه مناصة نمرأ السؤال اللي بعد كده التالت كام لاعب ماشي من نادي الزمالك بدون مقابل خلال الفترة اللي جاية السؤال اللي بعد كده انا مش اقولك انت جبت كام لاعب في الخمس سنوات مش مهم السؤال عايز الرقم بالتحديد الذي تم دفعه انا مش عايز اعرف كام لاعب بيقوله انا عايز اعرف دفعت كام لجميع وقلاء اللاعبين في مدة الخمس سنين دي قبل ما اقولك دفعت كام لللاعيبة اتمنى من حضيك ترد بالمستندات وليك مني كل الاحترام والتقدير ولازم تقرف ان احنا لا نتهمك باي شيء في غلط هي اسئلة مشروعة في حد هو بعت لي كمان اهو قدل اسئله في حد بعت لي كمان نفس المعنى نفس المعنى وبعت لي كمان هو عضو في النادي ارجو مش عور الاسم دي اتو دي اتو دا بستلو استاذ محمود الاسال احزر يا ترك انت مش قده اسمع نصيحتي وبلش تلعب معاه لانه بيجيب من الاخر رصيدك عنده اوشك على النفاذ وساعتها تكره نفسك دا كتبه طبعا المسيشير محمود الاسال على مسؤوليته والراجل محمود الاسال تربق ما بيه كل علاقة محترمة وده الكلام اللي بعته دي الاسئلة ما تنسوش يا جماعة الشير والمنشن كل واحد معانا على الصفحة على الفيسبوك لو سمحته يشير على صفحته فورا ويأمل منشن لكل اصدقائه واللي معانا في اللايف على اليوتيوب لو تكرمت اعمل اشتراك في القناة لو انت مشترك شكرا لو مش مشترك اشترك فورا وفعل زر الجرس